لتغيير شكل الجدار الإسمنتي الأصم في شاطئ اليمنية في العقبة وتحسين المشهد البصرية نفذت جمعية آيلة للثقافة والفنون جداريات فنية على أسوار المرافق العامة للشاطئ عكست إرث العقبة العريق وبيئتها البحرية بأياد عربية أردنية قامت جمعية آيلة للثقافة والفنون بعمل تقريباً ألف متن وربع جداريات قسمت إلى خمس جداريات طبعاً كانت هي فكرة السلطة ويدعم كامل من السلطة من خلال نائب الرئيس عملنا الجداريات هذه مجموعة فنانين ثلاث فنانين فنان عماد السنوسي والفنانة رانية البيايضة والفنان بسام المجالي طبعاً الألوان اللي استخدمت في الجدارية ألوان أكريليك وعازل اللوحات من العبث ومن الشمس عشان تاخد مدة أطول يعني تقريباً لست سبع سنوات في جداريات متنوعة أولاً الهاشميين جلالة الملك وولي العهد والمغفور له الملك حسين جدارية كاملة بإضافة للقلعة وجنبها جدارية صغيرة برضو للطور العربي الكبرى بعدين عملنا اللي هو البيئة البحرية بالعقبة الأسماك والمرجان والدلفين والأشياء هذه عملنا جدارية كاملة برضو البحر والمنارة والمراكب يعني لوحة متكاملة بعدين عملنا برضو لوحة عالمية بأياد أردنية اللي هي لوحة السمسمية والقارب والصيد يعني مدلسة عالمية لفانكوخ أخذت معانا تقريباً يعني ستين يوم وتواصل فيه إجازات طبعاً جمعة وكذا طبعاً العمل كان مسهل أبداً خاصة أنه شمس العقبة يعني درجات الحرارة متكافعة لكن الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع هذا وأكملنا المسيرة وعملنا الجداريات بشكل إن شاء الله جميل جداً